بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون من العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفء افترار وأعلموا علي قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي كما عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وينشيء الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا ربلا مسعورا أمور كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جلات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك كفورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها كغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك سزورا لا تبعوا اليوم سزورا واحدا ودعوا سزورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء وبصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشر وما يعظون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم ضل السبيل قالوا سبحانك أما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بيرا فقد كذبوا بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلاهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يردون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتموا تروا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محفورا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فاجعلناه مداء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن نقيلا ويوم تشفق السماء بالغمام ولزل الملائكة تنزيلا الملق يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا بسل عليهم القرآن بلتا واحدا كذلك لمثبت به فؤادك ووتلناه ترتيلا ولا يأذينك بمثل إلا بئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على قرآنهم إلى جاءني إنما أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وأخار آرون وزيرا فقلنا ذابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمودا وأصحاب الرسل وفرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكثيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السن أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يربون نسوها وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليبننا عن آلهتنا لولا أن صدرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلها من نواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعلهم ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دبيلا ثم قبضنا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعلهم النار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طمورا يحيي به بلدة ميتا ولسقيه مما خلقنا أمعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذلك فأبى أكثر الناس إلا دفورا ولو شئنا لبعدنا في كل قرية نذيرا فلا قتع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرجى البحرين هذا عزب فرات وهذا ملك أجاب وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصبرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضغيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أدر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يميك وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العشر الرحمن فاسأله خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ينذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سددا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مؤانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يقول إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صبهم وعميانا والذين يقولون ربنا هدلنا من أزواجنا وزريتنا قرة أعين ودعلنا بالمتخين إماما أولئك يدزون الغرفة بما صبه ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنك مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبت فسوف يكون بساما